داخل بيت السناري الأثري بوسط القاهرة أقيمت لها للمقامات التي امتزجت فيها الموسيقات الشعبية بالأغاني الروحانية في الدورة السابعة التي أحياها عدد من فرق الإنشاد الديني والشعبية مثل فرقة طبلة الست وفرقة الفلوجة الفلسطينية الجمهور الحقيقي ينبع من الأحاء الشعبية يعني نجيب محفوظ لما استقع شخصه من الحارة المصرية كان بيأكد على تفرض الشخصية المصرية عشان كده أنا ماشي على هذا الضرب وبأكد على تفرض الشخصية المصرية من خلال جماهير الأحاء الشعبية لها فعلا جماهير وعية جدا وزواقة ورقية جدا وإحنا منستمد منها الطاقة الإيجابية وتضم الأمسيات برامج موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية حظيت بتفاعل كبير مع محب هذا النوع من الفنون الإنشادية ورواجا كبيرا بين الجمهور المصري من أجمل السنوات الليلة المقامات الروحية والإقبال الجماهير الكبير وحالة بهجة وسرور بعدين دايما إحنا رمضان إحنا دايما جملة الفنان انتصار عبد الفتاح يقول لك الدين بهجة يعني فالحمد لله إحنا محققين السعادة للناس والجمهور على مدار 13 يوم فدورة موفقة جدا موسيقى وقدمت فرق المقامات الروحانية رسالة سلام وتنوع عبر مشاركة فرق من جنسيات مختلفة وتستمر في عروضها الفنية طوال أيام شهر رمضان بأمسية غنائية عاكست ألوان مختلفة من الطراث الشعبي والفلكلورية أحيت فرق متنوعة أحد ليالي المقامات الروحية التي اجتذبت عددا كبيرا من محب الفن والغناء محمد نشت ألغد القاهرة موسيقى 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 موسيقى